في أعماق المحيطات هناك مجموعة متنوعة من الكائنات الحية المثيرة والغريبة قد يكون بعضها مرعبا من منظورنا بسبب مظاهرها الغريبة تابع معنا وشاهد بنفسك كائنات الأعماق السوداء ديب سيا أنجلر فش هذه الأسماك تعيش في الظلام الدامسي للمحيطات وتمتلك مصباحا صغيرا مشاعا من جانب الرأس يستخدمه لجذب الفرائس تبدو هذه الأسماك على شكل وحوش مخيفة بفعل أنوفها الكبيرة وأسنانها الحادة قنديل البحر الشيطاني يعتبر من أكبر قناديل البحر في العالم حيث يمكن أن تصل أذرعه من أفل يفوق 6 أمتار يتميز بشكله المرعب وأطرافه الطويلة والرفيعة ويعيش في المياه العميقة سماكة القرش النافقة هذا القرش يعتبر أحد أكثر الأنواع رعبا بسبب فكه القابل للتمدد ومظهره العجيب يعيش في الأعماق البحرية ويستخدم أنفه الغريب المطاطي للكشف عن فريسته والهجوم عليها الأسماك الأخطبوطية فيبرفش تعتبر هذه الأسماك من أكثر الأنواع رعبا في المحيطات تتميز بأسنانها الطويلة والحدة وجسمها الممدد وعينيها الكبيرتين تعيش في المياه العميقة وتستخدم أسنانها للإمساك بالفرائس وتمزيقها الكائنات الحية الضوئية بيولامينيشنت أورجنزم توجد العديد من الكائنات الحية في الأعماق المحيطية تتمتع بقدرة إصدار الضوء الذاتي مما يخلق مناظر مذهلة ومرعبة في الظلام العميقي بعض الأمثلة على ذلك هي القناديل البحرية والكائنات الدقيقة مثل الدينوفالاغلت معظم هذه الكائنات الحية المرعبة تعيش في الأعماق البحرية العميقة وتتكيف مع الظروف القاسية في هذه المناطق رغم مظاهرها المخيفة إلا أنها تمتلك أدوارا هامة في النظام البيئي تعتبر هذه الظروف القاسية والظلام الدامس والضغط العالي جزءا من حياة هذه الكائنات وتمنحها ميزات فريدة تمكنها من البقاء والتكاثر في هذه البيئة القاسية مع ذلك يجب أن نلاحظ أن معظم هذه الكائنات الحية ليست مؤذية للإنسان حيث تعيش في أعماق البحار بعيدا عنها وعلى الرغم من أن بعضها قد يكون له شكل ومظهر مرعب إلا أنها في الواقع لا تشكل تهديدا لنا إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ترجمة نانسي قنقر